عقدت كلية الطب البيطري في جامعة الفلوجة قبل أيام ندوة مشتركة مع قطاع الصحة العامة وتناولت هذه الندوة خطورة تأثير الإرهاب على الواقع الصحي والبيطري في المدينة إلى جانب الآثار السلبية التي خلفها تنظيم داعش من أمراض وفيروسات في المدن التي أحكم سيطرته عليها تقريرنا التالي لديه التفاصيل نتابع على الرغم من أن مدينة الفلوجة تم تحريرها بالكامل من عناصر داعش في حزيران 2016 إلا أن تأثير تواجد التنظيم على المدينة لثلاث سنوات وجد نفسه عنوانا لندوة أكاديمية في مستشفى الفلوجة لمعرفة مواجهة المشاكل الصحية والبيطرية على المجتمع نضع النقاط الرئيسية والمفاصل المهمة التي أفرزتها حالة كون المدينة تحت وطأة الإرهاب لمدة تقريبا أكثر من ثلاث سنوات وبالتالي هناك واقع صحي معروف يجب دراسته لتفاديه وواقع من حيث الاهتمام بالناحية البيطرية أو صحة الحيوان وهذا هو المهم في هذه الندوة تأثير الإرهاب على الوضع الصحي والبيطري كان واضحا من خلال انعدام التلقيحات الطبية فضلا عن استيطان بعض الأمراض التي تم القضاء عليها قبل دخول التنظيم إلى مدن المحافظة بعد سيطرة داعش 2014 على محافظة الأنبار ومفتاح الحدود بين العراق وسوريا ودخول حيوانات غير ملقحة أدى إلى استوطان أمراض التي قد أنهينا وجودها في العراق يعني البيئة الصحية كنا وصلنا إلى مدينة وأرض محروقة وكانت بيئة وناس الموجودين كانوا يعانون من أمراض أو بيئة ونقص كثير حاد من الأدوية ومساء الزمان لقناة الفلوجة سلام خالد